يوم غد سنشارك في مؤتمر قمة مغداد 2 والتي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للعراق لعرض أو لوياتنا الاقتصادية والخدمية والمشروع الذي نتبنى في تحقيق التكامل بين العراق ودول المنطقة تكامل الخدمات والشراكة الاقتصادية وسبل دعم العراق في هذا الاتجاه مهمتنا أن نحافظ على الأنظام قليمي قائم على التعايش السلمي وحل الخلافات عن طريق الحوار بعيدا عن استخدام العنف وكذلك التأكيد على دور العراق الريادي في التقريب بين وجهات النظر المختلف الموضوع الذي يشغل الرأي العام يتعلق بأسعار سعر صرف الدولار بالأون الأخيرة هناك زيادة واضحة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار بالأسواق المحلية والحوالات الخارجية السبب كما أوضح البنق المركزي في أكثر من بيان وهو المعني بالسياسة النقدية من البلد السبب يعود إلى مجموعة عوامل منها مباشرة البنق بتشغيل المنصة الإلكترونية التي ترفع المصارف طلبات زيادة زبائنها للبنك حيث أن البنق المركزي باشر ببناء هذه المنصة منذ أشهر بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض إحكام وتنظيم نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها وإذا تتذكرون في كل الحديث الذي رافق نافذة بيع العملة كان يركز الحديث حول ضرورة التدقيق في عمليات البيع والتحقق أنه فعلا هذه الحوالات تذهب لسلع مستوردة وبأسعار حقيقية واضح تماما أن هذه الآلية للأسف غير موجودة هناك شركات وهمية وهناك أسعار مبالغ بها لذلك تم رفض هذه الحوالات من قبل البنوك الوسيطة الآن الحوالات تدقق ووفق هذه الصيغة هناك شركات وهمية ترفض وبعد التدقيق أيضا ترفض هذه الحوالات هذا الأمر يؤدي إلى زيادة السحب ويؤثر على سعر الصرف الحكومة كانت تتراقب ولا زالت سياسة البنك بهذا الاتجاه بالشكل الذي يضمن استقرار السوق وخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية نحن محافظين على هذا الأمر ونستطيع أن نطمئن جميع أن المواد الغذائية والحكومة لديها السيطرة على تأمينها سواء كان من خلال مفردات البطاقة التموينية التي توزع لعموم المواطنين وحتى مادة الطحين أو من خلال السيطرة على أسعار السوق المحلية أيضا طلبنا من البنك المركزي أن يتخذ خطوات سريعة لتعويض النقص الحاصل في عملة الدولار بالأسواق من خلال التسهيل لتوفير هذه العملة للمسافرين للطلبة لمن يريد التحويل بالفعل اتخذ المجلس إدارة البنك المركزي عدة قرارات منها قرار تشجيعي بتخفيض سعر بيع الدولار مقابل الدينار للمستوردين لتغطية فتح الاعتمادات المسندية من 1455 دينار احتمد هذا السعر بدلا من 1460 أيضا اتخذ إجراءات تتعلق بتنويع الحوالات الخارجية اعتمادات وحوالات بسلة عملات اجنبية بالاضافة للدولار لتغطية الاستيرادات وسوف يعلن عنها عن هذه الاعتمادات او الحوالات في وقت كذلك قرر المجلس إدارة المنك المركزي تخفيض سعر الصرف للدولار لبطاقات الدفع الالكتروني بدلا من 1470 الى دينار للدولار الى 1455 دينار القرار الأخير وهو أيضا مهم فتح منافذ لبيع الدولار وتنفيذ التحويلات التجارية للمستوردين من خلال المصارف الحكومية وهذا أكيد ان شاء الله يصب في مسألة السيطرة عن الأسعار الحكومة وجهت وزارة التجارة بتسهيل إجراءات إصدار إجازات الاستيراد وكذلك وجهنا وزارة المالية بالمباشرة بإجراءات إصلاحات عاجلة في النظام القمرقي والضريبي بالمنافذ الحدودية مع الالتزام الجميع في القضاء على مخاوف باتخاذ إجراءات كفيلة بالقضاء على مخاوف بعض المستوردين من احتمالية التعسف الضريبي واليوم عندنا قرار لمجلس البزراء بهذا الشأن بشكل عام نستطيع القول أن الوضع المال للعراق في أحسن أحواله والله الحمد وصلت احتياطيات البنك المركزي العراقي إلى مستوى 96 مليار دولار وهذا ما يمكن البنك المركزي من تحقيق استقرار سعر الصرف رؤيتنا واضحة في أن نستثمر الوضع المالي الجيد حاليا لبناء قاعدة اقتصادية صلبة والتقليل من الاعتماد الكلي على أسعار النفط وهناك أكثر من برنامج وسياسة وأجراءات للحكومة بمسألة تنشيط القطاع الخاص وإصلاح عمل المصارف لتكون مرتكز قوي داعم للإستثمار في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي نضع الرأي العام في آخر موقف طبعا موضوع تهريب النفط واحد من الملفات الكبيرة التي رافقت الحديث طيلة السنوات السابقة حول هذا الملف الذي يستنزف الثروة العراقية آخر الإجراءات أو آخر حصيلة لغاية اليوم تم تفكيك شبكات تهريب بلغت عدد شبكات التهريب التي تم تفكيكها في بغداد والبصرة وديالة وكركوك أسفرت عن مصادرة مليون وسبعمية وواحد وثمانين وتسعمية وواحد وسبعين لتر كذلك مصادرة ستة وستين صهريج هناك شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قاموا بأعمال الحماية والتسهيل مرور هذه الصهريج وهذه الشركات لحد الآن تم إلقاء القبض على 18 منهم وهناك 14 هارب من منتسبي الأجهزة الأمنية التقديرات التي عندنا الكميات المهربة من المشتقات النفطية والتي كانت تسبب أزمة في داخل المدن في محافظة ديالة بحدود 2 مليون لتر يوميا في محافظة البصرة بحدود 5 مليون و600 ألف لتر يوميا أيضا تهرب من هذه المشتقات التي هي مدعومة من الخزينة العامة خارج المنتسبين التي تورطوا في هذه العملية المدنيين بحدود 121 متهم في ملف آخر يتعلق بالإجراءات القضائية المتعلقة بسرقة الضمانات الضريبية والتساؤل الذي يطرح بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي حدتها المتهم بالتعهد الذي قدم للسيد قاضي المحكمة المختص في الوقت الذي نؤكد على ثقتنا الكبيرة بالقضاء العراقي وبإجراءات المحكمة في عملية استرداد المال المسروق في هذه القضية قضية الضمانات الضريبية الحكومة من خلال أجهزتها الأمنية هيئة النزاه كمؤسسة رقابية الفريق الأمني الساند يتابع هذا الملف ويتواصل مع المحكمة المختصة وكلنا ثقة بأن المحكمة تنجح في هذه القضية على وفق التعهدات التي قدمها المتهم الرئيسي في هذه القضية هناك نوع من التعقيد يواجه عملية استرداد المبالغ بسبب تنوع هذه الأموال بين أصول وعقارات يحتاج بيعها خصوصا أن قسم أو أغلبها هي تحت طائلة الحجز وتعرفون صعوبة بيع عقار محجوز والقسم الآخر اللي يواجه المحكمة في عملية الاسترداد أن المتهم الرئيسي قد أعطى هذه الأموال وزحها على مجموعة مصارف وشخصيات متعددة بين قطاع خاص أو مشاكل ويواجه صعوبة في مسألة استرداد هذه المبالغ القاضي المختص يتابع مع المتهم وهناك أوامر تصدر على الأشخاص اللي يمتنعون بعد تقديم الأدلة بأنه حولهم المبالغ اللي كانت جزء من السرقة مثل ما تذكرون المتهم احترف بأنه سرق بحدود رليون وستمائة مليار دينار نحن كحكومة نؤكد لن نتخلى عن محاسبة المتهمين هذا أولا وبنفس الوقت نضع أولوية لإسترداد المال المسروق هذه الأموال التي سرقت هذه ضمانات ضريبية يعني أكو شركات ممكن تراجع الضريبة وتطلب هذه الضمانات أو هذه الأمانات تطلب هذه الأمانات من الضريبة وهنا الحكومة مرة ثانية يعني إضافة للمبلغ المسروق وبعدين تروح تسدد هذه المبالغ من الخزينة العامة من المال العام فالأولوية أمامنا هي كيف نسترجع هذه الأموال ويبقى القضاء هو صاحب الصلاحية الدستورية القانونية في محاسبة المتورطين في هذه العملية خدميا اليوم افتتحنا 42 مدرسة في محافظة بغداد أغلب هذه المدارس كانت على مدارس كربانية وهذه مشكلة العملية التربوية بين مدارس كربانية ومدارس طينية ودوام ثلاثي وبعض المناطق دوام رباعي خطة محافظة بغداد في عام 23 250 مدرسة وأيضا إضافة إلى المشروع العراقي الصيني في بناء الألف مدرسة وأيضا لدينا مشروع خاص بإنهاء النقص الواضح في البناء التحتية والمدارس في عموم المحافظات من خلال الصندوق الذي من المتوقع إن شاء الله يقر في قانون الموازنة في الجانب الخدمي كذلك موقف البشاريع قانون الدعم الطار للأمن الغذائي تم مباشرة 192 مشروع في محافظات واسط وكربلاء المقدسة وكذلك البصرة لحد لحد هذه ضمن تخصيصات الأمن الغذائي اللي بحدود عشرة تريليون لكل المحافظات هذه المشاريع وفق هذه التخصيصات في مختلف القطاعات الخدمية البلدية والمدارس والمستشفيات والطرق وكذلك مياه الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وأيضا الكهرباء من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية على مستوى الخدمات في بغداد والمحافظات هذه المشاريع تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الحكومة من خلال الهيئة التنسيقية للمحافظين ولجان المتابعة اتدخن في نوعية هذه المشاريع وفي إدراجها بالشكل الذي يضمن الاستثمار الأمثل لهذه التخصيصات المالية ووجهناها باتجاه البناء التحتية بعيدا عن المشاريع الكمالية أكيد الاختبار أمامنا وأمام المحافظين الذين يخضعون لمتابعة ورقابة من كافة الأجهزة أن نضمن سلامة الإجراءات في التعاقدات وفي اختيار الشركات المنفذة المتمكنة فنيا وماديا حتى نستثمر هذه التخصيصات والمشاريع بالشكل الذي يحقق الغرض اليوم جلسة مجلس الوزراء ابتدأنا الجلسة بمناقشة الخرق الأبنى الذي حصل يوم أمس في محافظة كركوك ناحية الرياض للأسف للأسف الحوادث تكررت في الفترة الأخيرة هي بالتأكيد تأتي بعد انتصارات كبيرة لأجهزتنا الأمنية وقواتنا الجوية التي وجه الضربات موجعة للإرهابيين طيلة الشهر الماضي أسفرت عن قتل عدة قيادات في معنى الولاة الوالي للمناطق فضلا عن الإرهابيين لكن الذي يؤسف إضافة إلى خسارة هذه الدماء الطاهرة أن هناك أخطاء قاتلة تحصل من قبل الأجهزة الأمنية للأسف هذا الحادث بالذات هناك فريق من القيادات الأمنية هناك مجلس تحقيقي شك في تحديد الأسباب لا أريد أن أستبق ووحدد المسؤولية لكن هناك خلل واضح أدى إلى هذا الحادث يجب أن تكون هناك محاسبة هذا الحادث قطعا لن يثني عزيمة الأجهزة الأمنية من الاستمرار بتوجيه ضربات للأرهابيين إن شاء الله قرارات مجلس الوزراء اليوم بناء على طلب وزارة التجارة ضمن سياق تحسين البطاقة التنمينية وتوجيهها للمستحقين فعلا كخطة على عدة مراحل وخصوصا الفئة التي تقع تحت خط الفقر المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية تم الموافقة على إضافة وزيادة المواد الغذائية لشريحة الفقراء وذو الدخل المحدود والمشمولين بالحماية الاجتماعية لمواد السلة الغذائية المثبتة بموجب الفقر الثلاثة من قرار مجلس الوزراء الستين لسنة 2021 من التخصيصات المالية لوزارة التجارة يعني ما رح نضيف تخصيصات وإنما من خلال التخصيصات المرصودة سوف نتوسع لنشمل مفردات إضافية أو كميات إضافية للحصة الأصلية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وسوف يتم الوصول إليهم من خلال البيانات الموجودة في وزارة العمل والشيون الاجتماعية أيضا من خلال متابعتنا للجهد الخدمي والهندسي الذي يحتاج بعض القرارات التي تمكننا من العمل والاستمرار بذات الفاعلية لتقديم الخدمات اليوم تخويله لتنفيذ أعمال للبنى التحتية للمناطق التي تتواجد فيها أحياء مأهولة ومناطق سكنية قد تكون متداخلة ضمن حدود التصاميم الأساسية لمدينة بغداد أو البلديات في المحافظات والثنين الأمانة العامة للمجلس الوزراء عليها المتابعة مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات تشريع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 207 لسنة 2009 كذلك صدر قرار لمجلس الوزراء بخصوص مشروع تمويل مشروع مصفة البصرة التكسير بالعامل المساعد المرحلة الرابعة والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا هذا قرض تم تخويل وزاعة المالية التوقيع لإكمال هذا المشروع الحيوي وإدراج المرحلة الخامسة في قانون الموازنة 2023 ضمن إجراءاتنا في الإصلاحات الإدارية بخصوص التعينات التي حصلت في المرحلة قبل الانتخابات لدينا مرحلتين مرحلة الانتخابات التي دخلناها أو تصريف الأمور اليومية في 18 2021 وهذه ألغتها المحكمة الاتحادية بالقرار 121 لسنة 2022 ونفذ المرحلة الثانية هي التعينات التي حصلت قبل هذا التاريخ وكانت مخالفة للقانون اليوم تم إلغاء قرار مجلس الوزراء 1242 لسنة 2021 بشأن تعيين نائب لرئيس هيئة المنافذ الحدودية لمخالفته شرط الخدمة المذكور في المادة 1 رابعا من قانون هيئة المنافذ الحدودية 30 لسنة 2016 قرار أيضا بناء على توصية المجلس الوزاري للطاقة تم استثناء شركة الحفر العراقية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي تمكين شركات وزارة النفط من أحالة أعمال الحفر والاستصلاح إلى شركة الحفر العراقية لكونها ذات تخصص حصري في هذا المجال هناك مشاريع تتعلق بموافق على مشاريع قوانين للبروتوكول العربي لمنع مكافحة القرصن البحرية وكذلك الازدواج الضريبي هذا القرار أيضا الذي هو ضمن إجراءات الحكومة المتعلقة بسعر الصرف من خلال عدم العمل باستفاء الرسوم القمرقية ومبالغ الضرائب مسبقا المنصوص عليها في المادة 16 ورابعا من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 21 نحن ما عدنا قانون الموازنة 22 لكن رادوا هذا النص من مجلس الوزراء من قرار حتى يساعد لانتهاء العمل به بانتهاء السنة المالية 21 مع التأكيد على الهيئة العامة للقمرق والهيئة العامة للضرائب باستفاء تلك الرسوم القمرقية ومبالغ الضرائب على البضائع الداخل للعراق في المنافذ الحدودية نحن كنا مطين شرطين انه بعد ما ياخذ يشتري الدولار وعند دخول المنفذ ركزنا على قضية دخول البضائع من خلال المنافذ لتسهيل مشاريع الخدمية التي تنفى التنفيذ مباشر مددنا العمل بقرارات مجلس الوزراء 377 سنة 21 و214 سنة 22 حتى تنفذ مشاريع في تطوير المحلات والشوارع في العاصمة بغداد ضمن الموازنة التشغيلية للسنة المالية القادمة لغاية نهاية عام 2023 هذا مجمل ما لدينا إذا أكوى سيليه تفضل السلام عليكم دولة الرئيس كرار عبويد من قناة آفاق الفضائية دولة الرئيس هناك أمانة محملين بها من قبل المحاضرين المجانين جميع تساءل اليوم ما هو مصيرهم وما هي خطوات مجلس الوزراء من أجلهم لحل مشكلتهم وأيضا أن المدارس الآن بحاجة لوجود هذه الكوادر في ملاكاتها سبقوا أن التقينا هذا الأسبوع بممثلي المحاضرين من كافة المحافظات وأبلغناهم إجراءاتنا اللي ابتدأت بعد مباشرة الحكومة يمكن بعشر تيام وشوفتهم كتابة ووجهناه في حينها بشأن تنفيذ القانون القانون الأمن الغذائي اللي يتعلق بالتثبيت لمن أنضى سنتيا والعملية تخضع لتدقيق بين المديريات التربية من خلال المحافظين ووزارة المالية هذا العمل مستمر وبينت لهم أنه لساعة اللقاء معهم كانت الاجتماعات متواصلة بين السادة المحافظين والسيدة وزيرة المالية أكملنا بعض المحافظات أربع محافظات إن شاء الله خلال هذا الأسبوع نكمل باقي المحافظات على الأسبوع القادم يعرض أمام مجلس الوزراء حتى تثبت الأعداد الأعداد الحقيقية أكو أعداد وضيفة هذه ما راح نلتزم فيها يعني مثلا بعض المحافظات يدزلنا قائمة يقول ورد سهون 12 ألف اسم لا واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مية 12 ألف هذه تسجيل جديد هذه الأرقام وزيادتها بالتأكيد ما عندنا القدرة المالية حتى نغطي هذه الأعداد هناك أوامر صادرة هناك محاضرين سنوات وهم يقدمون الخدمة تطوعية بدون أجر هؤلاء لهم الأحقية في التثبيت ومعروفين لدينا ويتقاضون رواتب وأسماءهم وأوامرهم وإن شاء الله خلال أسبوع يتم عرض التدقيق النهائي لكل المحافظات أمام مجلس الوزراء حتى يصدر قرار وانثبت أحقيتهم في مشروع موازنة 2023 السلام عليكم سيادة رئيس الوزراء جابر جمال مراسل قناة الرشيد سيادتك تحدثت عن آخر المستجدات في سرقة أو صفقة القرن أود أن أسألك بشأن متصل عن لجنة مكافحة الفساد متى ستبدأ بالعمل وهل سنسمع أخبار بالقريبة العاجل عن نطاحتها بشخصيات متورطة أو متهمة بالفساد وأيضا استرداد الأموال منها على غرار سرقة القرن شكرا جزيلا أنا بيّنت إجراءات المحكمة التي نحن متواصلين معها أول بأول ومثل ما ذكرت عندنا ثقة كبيرة في إجراءات القضاء والطريقة التي يتعامل بها في مسألة استرداد الأموال كل الضمانات موجودة وبالتالي نطمئن الجميع لا راح يكون هناك شخص لا تتم محاسبته وفق القانون ولا أكو تسوية على حساب المال العام أبدا لا القضاء يسمع ولا الحكومة إن شاء الله لكن قلت لك بها نوع من التعقيد شبكة من السراق وزعوا الأموال اشتروا منازل وعقارات ودخلوا في مصارف ومشاريع نحن نتكلم أخوان عن تريليون وستمائة لشخص واحد مبلغ خيالي مو مبلغ طبيعي فتوزع بهذه الطريقة قسب من عدهم ينكرون هذه الأموال على هذا الشخص وهذا السجال وهذه العملية مستمرة بإشراف المحكمة ونحن حريصون على دعم القضاء في إجراءاته كحكومة الفريق إذا تقصد اللجنة الفريق الأمني الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد التي شكلت بموجب القانون برئاسة هيئة النزاح وهذا الميزة للهيئة والفريق الساند أنها وفقا للقانون تختلف عن الأوامر السابقة والتي كانت خلاف السياق الدستوري والقانوني عملها متواصل وفي كل الملفات بالتأكيد سوف تكون هناك انضاج لهذه الملفات والإعلان عنها قريبا إن شاء الله شكرا جزيلا سيادة الرئيس هشام وسيم قناة سومرية اليوم لربما الأسئلة هي أكثرها عن الفساد بعد وعود رئيس الوزراء بمكافحة الفساد هناك سؤال يدور داخل أذهان المواطن العراقي وداخل الشارع العراقي هل سيتمكن رئيس الوزراء فعليا من محاربة الفساد وبشكل حقيقي خاصة مع استمرار الأحزاب ذاتها المسيطرة على المشهد السياسي منذ العام 2003 وخاصة مع خروج رئيس الوزراء يعني من رحم هذه وعباءة هذه الأحزاب المسيطرة على المشهد من عام 2003 مكافحة الفساد ليست وعود هي بردامج مصوت عليها في مجلس النواب وبوجود هذه الأحزاب والقوة السياسية التي تفضلت وذكرتها وبالتالي هي التزام أمام الشعب أمام مجلس النواب وكل اليوم على المحك في ترجمة هذا البرنامج إلى واقع عملي ملموس في فتح قضايا الفساد الإداري والمالي محاسبة المتورطين استرداد المال العام هذا مطلب شعبي قامت على أساس التظاهرات والاحتجاجات الشعبية وكان مطلب وطني أفضل إلى أن يتبنى من قبل كافة القوة السياسية وتلتزم بها الحكومة والمتحدثة أيضا ملتزم بهذه العملية لا يمكن أن نعيد الثقة بين الشعب والعملية السياسية بدون الإجراءات الحقيقية الرادعة بحق الفساد والمفسدين أيا كانوا وإلا فإن الفشل سوف يتكرر على الجميع بدون استثناء فيما يتعلق بجانب الأمني ثمت من يرى بأنه من سبقكم أو بعض من سبقكم في الحكم قد فرط بمنجز النصر العسكري على داعش وبالتالي عودت داعش قبل سنوات لتضرب عمق المدن الآمنة وبالتالي أيضا يمتكررت هجماتها في كاركوك وعمليات الإرهاب مختلفة من عمليات الدياب الفردة وغيرها من استراتيجيات إرهابية ما الذي يتضاعه الحكومة بالحسنان وما مدى دعم الحكومة للجانب الاستخباري بهذا الخصوص يعني ماكو تفريط أبدا بالانتصار بالعكس هو حافز أمامنا وخصوصا قبل أيام نحن نعيش ذكرى الانتصار على داعش هذا يدفعنا وفاء للدماء التي قدمناها في معارك التحرير ونفس الوقت للمحافظة على هذا الاستقرار الذي يمكن الدولة من الإفاء بالتزامات تنفيذ مشاريحه أنه نستمر بذات الهمة في ملاحقة فلول الإرهابيين من عصابات داعش والجريمة هناك نعم أكو نوع من عدم التنسيق هذا نواجه بالعمل الاستخباري رغم أنه لدينا معلومات وكافة أجهزتنا الاستخبارية لديها معلومات مهمة مكنتنا بالفترة الأخيرة مثل ما ذكرت من توجيه ضربات بوجعة لعتات الإرهابيين وخصوصا قواتنا الجوية هذا العمل مستمر هناك تفاصيل لا يمكن أن ندخل فيها المراجعة مستمرة والستراتيجيات مطلوبة للحفاظ على هذا الاستقرار وهذا النصر لكن واضح جدا لأن الإرهابيين يتحركون في مساحات ضيقة جدا والعملية مستمرة من قبل كافة الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها بكل صنو يعني إذا نلاحظ أن هناك عملية أو خرق لكن هناك عشرات العمليات من الانتصارات التي تتحقق في ضرب أو كار الإرهابيين في كل مكان شكرا جزيلا لكم